أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة إذن الآن إلى المستجدات الثقافية والبداية من الجزائر حيث إذن من المقرر أن تنطلق اليوم فعليات المصرح وهنا نتحدث عن المهرجان الثقافي الوطن إذن للإنتاج المصرح الذي سيقام في ولاية عنابة شرق الجزائر هذا المهرجان سيقام في طبعته الخامسة يعود بعد مرور سبع سنوات على غيابه عن الساحة الفنية الجزائرية المهرجان سيكرم أيضا شخصية جزائرية مبدعة في الفن الرابع نتحدث هنا عن الفنانة الراحلة سكينة ميكيو المعروفة إذن في الساحة الفنية باسم صونيا كما يشهد المهرجان مشاركة ومنافسة ستة أعمال تتنافس على جوائز المهرجان الذي يعد مناسبة للاحتفاء بالنساء المبدعات في مجال الفن الرابع والآن مشاهدين إلى الأردن ومهرجان أفلام الأطفال في دورته الأولى الذي يشهد مشاركة ثمانية عشر فيلما ما بين الروائي الطويل والقصير من بينها أربعة أعمال تعرض خارج المنافسة وأربعة عشر منها تتنافس على جوائز المهرجان وهي جائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم روائي قصير المهرجان يعرف مشاركة أعمال جزائرية منها فيلم الجسر للمخرج بكاف محمد الطهر شوقي وليلة بيضاء لعصام تعشيد وفيلم حوتة للمخرج بفلاح صالحة كما يعرف المهرجان مشاركة من الأردن، مصر، العراق، قطر، كندا، مالتا وجورجيا بالإضافة لبرمجة عدة نشاطات منها جلسات نقاشية وورشات للرسم والآن عالميا وفي الفني السابع يبدو أن الجميع يرغبوا في الاستثمار في هذا المجال حيث تخطط شركة أمازون لاستثمار أكثر من مليار دولار في إنتاج 12 إلى 15 فيلما سنويا لصالات السينما على الرغم من أن أمازون تسعى مشاهدين إلى مجال الفني حيث كرمت المجلة العالمية فوربس شرق الأوسط النجمة درة في احتفالية كبيرة بمدينة الجونة الساحلية وذلك ضمن منتدى يضم شخصيات ناجحة من الشباب في مختلف المجالات وكانت مجلة فوربس العالمية وفوربس الشرق الأوسط قد أقامت احتفالية بالجونة وقامت فيها بتكريم درة عقبتها ندوة عن مسيرتها الفنية الناجحة وكانت درة قد حققت نجاحا كبيرا في مسلسلها الأخير المتهمة أو المتهمة الذي حصد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا مشاهدين بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام ثقافة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة